موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية والبداية بالعلم خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو أمير دولة قطر موسيقى خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين موسيقى إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة يتجاوز 48 مليون جرع موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة تسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم سفير دولة قطر لدى المملكة بندر العطية وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إضافة إلى تبادل يجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك صدر عن الديوان الملكي البيان التالي تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستثقاء فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حافظه الله ورعاه إلى إقامة صلاة الاستثقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين الموافق للتاسع من شهر جماد الأولى لعام 1443 من الهجرة حسب تقويم أم القرى أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله عقب الاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية مصر أكد أن الاجتماع أكد على التوافق المشترك بشأن القضايا الإقليمية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة أود نشيد بدور جمهورية مصر العربية الشقيق الهام على المستوى الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار والسعي لتعزيز روابط الأخوة نقشنا مع معالي الوزير الأوضاع الإقليمية في المنطقة والعلاقات الخارجية المصرية التاريخية وسبل تطويرها في كافة المجالات واستعرضنا من أبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة والتحديات التي نواجهها وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي وقد استعرضنا خلال اجتماعنا اليوم مضامين زيارة سيدي وليل عهد حفظ الله إلى دول الخليج العربية وأهمية تعزيز التعاون بين دولنا يكمل نسيرة العمل الخليجي لتحقق بصارة استراتيجية المشتركة كما تم تكيد على حرص المملكة على حفظ أمن الخليج والمنطقة والعمل على تحقيق أمال وطموحات شعوبنا في التنمية والإزدهار ولا شك أن وجود معالي وزير الخارجية المصري في المملكة اليوم يؤكد على حرص جمهورية مصر العربية على تمهيد الطريق أمام تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين بلداننا الشقيقة كشف المتحدث الرسمي وليوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي على المسجدات حول المتحول الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يتعلق بالمعلومات الأولية حول المتحول أوميكرون البيانات الدراسات ما يتم نشره وتداوله من إحصائيات ومعلومات كلها نتابعها ونرصدها ومجموعة من الخبراء واللجان الوطنية المهتمة تتابعها بدقة وعن كثب أبرز المعلومات نشاركها معكم المتوفرة حتى الآن البيانات ولله الحمد حتى الآن لا تشير إلى أنه شد ضراوة اللقاحات أيضا ولله الحمد تشير البيانات الأولية بأنها لم تفقد مفعولها ضده تحديدا التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقايا مهمة ويحمي من المرض الشديد كذلك من المهم أن نشير إلى أن الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد أمور مهمة أخرى وهي بأنها تضيف وقايا من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور طبعا الدراسات مستمرة ومتابعتنا لها دائما قائمة على أعلى مستوى وأعلى متابعة ورصد لكي نأتي لكم دائما بالمعلومة الموثوقة ولكي كذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق منهجية علمية دقيقة فيما يتعلق اللقاحات الحمد لله تجاوز أعطاء اللقاحات الملكة العربية السعودية 48 مليون جرعة استفاد منها الملايين في الملكة العربية السعودية والحمد لله أثبتت فعاليتها ومأمونيتها وعدد من أكملوا التحصين بجرعتين تجاوز أو اقترب حقيقة من 22 مليون و800 ألف شخص من جهاته شدد متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السوالم على أهمية الالتزام بالبروتوكولات الخاصة لقاعات الأفراح فيما يتعلق بقاعات الأفراح تحديدا عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة يأتي أبرزها الجهات الأمنية وكذلك شركان في وزارة السياحة بتكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على هذا القطاع قاعات الأفراح تحديدا على مستوى جميع مناطق المملكة وبمشاركة فاعلة من أمانات المناطق والبلديات الفرعية في المدن والمحافظات والمراكز هذه الجولات جاءت للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الخاص بقاعات الأفراح والصادر من الزملاء في هيئة الصحة العامة ووقاية خلال الفترة الماضية كان هناك أكثر من 2356 جولة رقابية على مستوى كافة مناطق المملكة وعلى مستوى قاعات الأفراح على وجه التحديد تم خلالها رصد أكثر من أو نحو 193 مخالفة هذه المخالفات كانت متنوعة لكن كان أبرزها عدم توافر ووجود منطقة أو نقطة فحص من خلال تطبيق توكلنا تفيد بتحصين حضور هذه المناسبات في هذه القاعات طبعا اليوم لعلها فرصة نعيد التذكير ونجددها بشأن البروتوكولات الصحية الخاصة بقاعة الأفراح لضمان سلامة وصحة جميع زوارها وحضورها نتحدث اليوم عن ضرورة ارتداء ولبس الكمامة داخل هذه القاعات وعدم الملامسة والمصافحة كذلك نتحدث عن ضرورة توافر الأواني الخاصة بالأكل والشرب الأواني ذات الاستخدام الواحد أيضا تعهد الداعي لهذه المناسبة بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل القاعة إضافة طبعا كما تحدثنا قبل قليل وهي من أكثر المخالفات التي تم رصدها ضرورة توفير منطقة فحص عبر تطبيق توكلنا تفيد بتحصين الزوار والحضور في هذه القاعات تجوز إجمالي عدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في المملكة أكثر من 48 مليون وخمسين ألف جرعة إذ بلغ عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا أكثر من 22 مليون و784 ألف فيما بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 24 مليون و773 ألف شخص من سكان المملكة وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة سجلت 51 إصابة جديدة بالفيروس و 68 حالة متعافية كما سجلت حالة وفاة واحدة رحمه الله لم بكم مجددا تترقب لوصات الاقتصادية اليوم الإعلان عن الميزانية التقديرية للعام 2022 والأرقام الفعلية للميزانية عن العام الحالي 2021 وتسود توقعات إيجابية بشأن أرقام الميزانية مع تحسن أسعار النفط وإنهاء الإغلاقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا عالمية والذي انعكس إيجابيا على الطلب على النفط وحركة التجارة والأسواق وتتجه المملكة إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021 حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى خمسة وثمانين مليار ريال ومن المتوقع أن يكون العجز في ميزانية 2021 الأقل خلال الفترة من 2014 إلى 2021 بحث المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيع مع سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى المملكة أنيبال توليدو بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وأعرب السفير المكسيكي عن إعجابه بالجهود الإنسانية الضخمة التي يقوم بها المركز حول العالم مؤكدا أن المركز أصبح على مفارقة في مجال العمل الإغاثي والإنساني وقع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد بمصر ويأتي توقيع هذه المذكرة للإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاه ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة الذي يقضي التعاون مع الهيئات والمرضمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحة وتبادل الخبرات والعلمات المتعلقة بجرائم الفساد وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين وموانئ الشرق الأقصى وذلك بشركة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ والخط الملاحي العالمي والتي تهدف إلى زيادة كميات مسافنة وتعزيز تدفق الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم وتأتي هذه الخدمة لزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها والتي تسعى إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حاليا إلى 50% بحلول العام 2030 أصدر البنك المركزي السعودي الدليل التنظيمي لحوكمة تقنية البعلومات في عدد من مؤسسات القطاع البالي بالمملكة حيث يهدف إلى تحديد ومعالجة المخاطر المتعلقة بتقنية البعلومات بشكل فعال للقطاع وأوضح البنك أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقا من حرصها على تحسين مستوى الممارسات المتعلقة بحوكمة تقنية المعلومات في ظل التطور التقني وذلك من خلال إيجاد ضوابط فعالة في تطوير البنى التحتية للأنظمة والتطبيقات لضمان الاستخدام الأمثل لموالد تقنية المعلومات في المؤسسات المالية إضافة إلى تقليل مخاطر تقنية المعلومات المتطورة والتقنيات الناشئة تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع طريق الظهران العقير سلوى المزدوج وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة حيث يعد المشروع واحدا من اللابينات التي تسهم في تقديم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة التاسعة والأربعين إلى الخمسة والعشرين عالميا والأولى إقليمية واختصار معدل زمن الرحلة بين محافظات الدمام الجبيل بقيق الأحساء وبعض دول مجلس التعاون الخليجي كما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر وقطاع الخدمة اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدرن أعلنت شركة القدية للاستثمار منحها عقد إنشاء متنزه سكسفلاكز القدية الترفيهي بقيبة ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسين مليون ريال سعودي للشركة بويك بايتمون انترناسونال الفرنسية وشركة المباني للمقاولات العامة السعودية وجرى توقيع العقد في مركز التجربة والزوار بالقدية وستكون القدية العاصمة المستقبلية للرياضة والترفيه والفنون في المملكة وسيقام متنزه سكسفلاكز الترفيهي على مساحة ثلاثمائة وعشرين ألف متر مربع وسيضم ثمانا وعشرين لعبة ووجهة ترفيهية ليصبح أحد أبرز مناطق الجذب الرئيسية في مدينة الرياض أضاف تطبيق توكن خدمة مهمة جديدة تخص الموظفين والمعلمين في المملكة حيث يمكنهم من خلالها معرفة كافة تفاصيل البيانات الوظيفية وأوضح تطبيق توكن أنه أصبح بإمكان المعلمين والموظفين الآن معرفة كافة تفاصيل البيانات الوظيفية مثل السلم الوظيفي المرتبة تاريخ بداية الخدمة الرقم الوظيفي رقم القرار وغيرها وأضاف كما يمكن المعلمين والموظفين من مشاركة بطاقة العمل وطالب تصحيح البيانات أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من سكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واقتصار الوقت والجهد عليهم وأكدت أن الخدمة تبكن المستفيد من التحقق من سكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تمت على السكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض على أن تشمل في المرحلة الثانية السكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة وجه مجلس الوزراء بمنع الشاحنات غير السعودية من نقل البطائع داخل المملكة وذلك بعد تصاعد الأثار السلبية الناتج عن مخالفة النظام من قبل بلاك وسائق الشاحنات غير السعودية العاملة في السوق المحلي وللمزيد ينضم معنا من الدماء مرأس الأخبار السعودية الزميل طارق المزهود مرحبا بك طارق ضعنا في تفاصيل أوسع حول هذا الموضوع خصوصا بعد أن قامت وزارة التجارة بإبلاغ الغرف التجارية بعدم التعاقد مع الشاحنات غير السعودية لأغراض نقل البطائع داخل المملكة تفضل طارق نعم وسامة هذا القرار يأتي قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الشاحنات القادمة من خارج المملكة هو قرار يهم كثير العاملين في القطاع اللوجستي والمهتمين بالقطاعات المعنية في النقل وغير ذلك خير من أن أحدثنا عن ذلك هو عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المستثمر في القطاع اللوجستي الأستاذ بندر الجابري حيث الله معنا أستاذ بندر في أخبار السعودية بدءا لو أحدثنا عن ماذا يتوقع المستثمرين السعوديين من قطاع النقل لآثار هذا التوجيه الكريم أول شيء شاكر ومقدر حقيقة حرص قناة السعودية على تسليد الضوء على موضوع الشاحنات الأجنائية والتجاوزات في المملكة وهو كان المنبر الحقيقي الذي دعم المستثمرين في قطاع النقل لهالتجاوز نعم إذا ما تحدثنا ساذ بندر عن نسبة الشاحنات الغير سعودية العاملة في السوق السعودي وكذلك عن الأثار الاقتصادية المترتبة جراء ذلك طبعا يعبر المملكة ويقصد المملكة يوميا تقريبا خمس آلاف شاحنة جزء منها عابر للمملكة وهو ترانزيت وجزء منها قاصد للمملكة نظام النقل بالمملكة يسمح للشاحنات الأجنائية القدوم من المملكة وتفريغ بضايعهم في المملكة والعودة إلى الدول التي قدمت منها الشاحنات أزبا كلود النظام يسمح لها اليوم توجيه مقام خدم الحرم الشريفين جهات 18 جهة حكومية إلى إيقافها الظاهرة ووقفها التجاوز وتنظيمها بطريقة صحيحة التي تقدم جميع المنظومة سواء المستثمرين في قطاع النقل البري أو التجار والمستولدين من هذه الدول ماذا عن الأثار السلبية لهذه الشاحنات المخلطة؟ طبعا هذه الأثار السلبية لهذه الشاحنات أنها تعمل داخل المملكة بطريقة غير نظامية لا تطبق الاشتراطة السلامة المرورية تجاوزات في الأوزان كذلك تجاوزات في الحركة المرورية أثرها اقتصادي ولا يوجد منافسة عادلة بين القطاع السعودي ناقل السعودي المنظم سواء أفراد أو شركات والشاحنات الأجنبية كذلك لها أثر اقتصادي على المنافسة بين التجار والمصنعين في المملكة يعني مثلا تاجر أو مصنع نظامي يتعامل بأنظمة النقل بالمملكة ويتعامل مع شركات ناقل نظامية ومصنع آخر أو شركة أخرى أو تتعامل مع شاحنات أجنبية في كما في منافسة عادلة بين الشركات والمصانع السعودية الآن ماذا التأثير على الخدمة الوطنية والسعر بعد هذا؟ طبعا هذه تساعد الناقل الوطني على رفع مستوى الخدمة وتساعد عودة القطاع بطريقة تدعم توجهات المملكة وتحقيق مستدفات الرؤية في دعم قطاع وتحسين البنية التحتية لقطاع النقل الببري بالمملكة المستثمين نعتقد أنهم على جدارة وكفاءة لتنظيم وتحسين ودعم توجهات الدولة من هذا المنبر نحب نشكر حيث لمنظومة النقل وعلى دعم وطلب ومناشدة القطاع المنظم بالمملكة للمطالب والتجاوزات التي كانت تقوم بها شاحنات الجميع بالمملكة أخيرا أستاذ بندر وأنت مهتم ومستثمر في قطاع اللوجستي ما هي رؤيتك المستقبلية لهذا القطاع؟ طبعا القطاع زي ما تعرفين استراتيجية النقل والخدمة اللوجستية أطلقها سمو سيدي ولي العهد قبل تقريبا ثلاثة شهر ومنظومة النقل تقود هالاستراتيجية نشكر الحقيقة لمنظومة النقل بمملكة على دعم وتحقيق ومواكبة جميع القطاعات وتحسين البنية التحتية وتنظيم هالقطاع أنا الحقيقة متفائل ودائما أنصح جميع المستثمرين بزيادة استثمارات في هالقطاع لمواكبة توجهات المملكة في تحقيق المستدبات الرؤية نعم نتمنى لكم التوفيق أستاذ بندر الجابري وأنت عوض مجلس دارة قرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي شكرا لك شكرا أستاذ بندر إذن أسامة كما ذكر أستاذ بندر الجابري على أهمية هذا القطاع القطاع اللوجستي وكذلك رؤية ولي العهد وما أطلقوا على العهد قبل عدة أشهر نعم الزميل طارق البزهود من الدمام شكرا جزيلا لك ورضيفك الكريم اختتبت المملكة مشاركتها في أعمال المؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو في دورته الرابع عشر التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وأمناء اللجان الوطنية للدول الأعضاء وترأس وفد المملكة وزير التعليم حمد للشيخ وشهدت جلسات اليوم الختامي مناقشات ثرية حول مستقبل التربية والتعليم وأهمية الاستثمار في علوم الفضاء كما جرى اعتباد تقرير الإسسكو عن إسهامات الدول الأعضاء للأعوام 2019-2021 ورؤية المنظمة ومشروع التوجهات الاستراتيجية في أفق 2025 ومشروع خطة العمل الثنائية والموازية لعامي 2022-2023 وقع مركز الملك سلمال لغاثة اتفاقيتين مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي وذلك لدعم الدول الإسلامية الأقل نموا باللقاحات لقاحات كوفيد 19 وتم توقيع الاتفاقية الأولى التي سيتم بموجبها توزيع اللقاحات بالتساوي في 22 دولة إسلامية بالتعاون مع التحالف غافي والاتفاقية الثانية سيتم بموجبها تخصيص مبلغ 965 ألف دولار ملكي من التبرعات الناتجة عن تنظيم بطولة اللاعبون بلا حدود للألعاب الإلكترونية لدعم جهود التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي لمكافحة هذا الوباء شهد الكرام نشرتنا انتهت بقيا نذكركم بعناوينها خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو يامير دولة قطر خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاف في جميع أنحاء المملكة يوم غد الاثنين إجمال جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة يتجاوز 48 مليون جرع شكرا لكم مشاهدنا الكرام على طيب المتابعة شكرا لكم في رعاية العالم شكرا لكم